مواطنية الأعزاء لسنة خلت أعلننا بدء ذكرى مئوية لبنان الكبير وكان مقرراً أن تكون انطلاقة نشاطات ثقافية وفنية تخبر عن لبنان لبنان الحضارة لبنان الثقافة لبنان القيم لبنان المنتشر في كل أسقاع العالم لبنان التنوع والعيش الواحد وأيضاً لبنان النضال والمعاناة لبنان الألم والأمل لكن وللأسف فإن هذه السنة قد حفلت بأزمات غير مسبوقة وبالكوارث فلم تترك مجالاً لأي ومضة فرح ومع ذلك يبقى الأمل الأمل بتغيير حقيقي يمكن وطننا من النهوض مجدداً مئة عام مرت على قيام الدولة اللبنانية على إعلان دولة لبنان الكبير صحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحياناً متناقضة ولكن تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن أعلان دولة لبنان الكبير شكل أن نوات لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد إليه ما صلخ منه كما أمن له اعترافاً دولياً سميناً في حينه وللأمانة التاريخية أيضاً أنه بأنطلاقة لبنان الكبير بدأت مداميك الدولة تتركز بمساعدة السلطات الفرنسية فكل المؤسسات والتنظيمات الإدارية والمالية والقضائية والأمنية وضعت أسسها في تلك الحقبة وكذلك الدستور اللبناني أيها اللبنانيون نحن اليوم على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا اللبنانية ولابد من مراجعة حساب صادقة وصريحة خصوصاً وأن المئوية الأولى وإن كانت قد عرفت بعض حقبات من الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية إلا أنها ومجملها كانت ذاخرة بالخضات والأزمات والحروب لم يعرفوا فيها شعبنا استقراراً حقيقياً ولا الإطمئنان إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة فأين الخلل؟ هل هو فينا؟ أم في نظامنا؟ أم في محيطنا؟ أم في قدرنا؟ خصوصية المجتمع اللبناني أنه التعددي متنوع وفي ذلك ميزة حقيقية إن أحسنت الإدارة وقد ارتأى أجدادنا صيغة للعيش وفي معاً كان أساسها احترام الآخر واحترام حقه في الوجود السياسي نجحت إلى حين إلى أن خنقتها التقلبات السياسية في المنطقة والتي أشعلت حروباً وحروب الآخرين على أرضنا حتى جاء اتفاق الطائف الذي صار بجزء منه الدستور الجديد وله نقاط قوة كما له نقاط ضعف تنبره أمامنا لدى كل استحقاق اليوم لبنان في أزمة غير مسبوقة حيث انفجرت تراكمات العقود في السياسة في الاقتصاد في المال وفي الحياة المعيشية فالحان الوقت للبحث بصيغة جديدة أو باتفاق جديد شباب لبنان ينادون بالتغيير أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام فهل نصغي إليهم هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت أيها اللبنانيون إن التعددية مصدر غنى إنساني وثقافي وقيمي وهي التي جعلت من لبنان رسالة وأرض لقاء وحوار فهل نسمح بأن تنقلب إلى محرك للتفرق والانقسام إن النظام الطائف القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى ولكنه اليوم صار عائقا أمام أي تطور وأي نهود بالبلد عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد درب البلد نعم هناك حاجة لتطوير النظام لتعديله لتغييره سموها ما شئتم ولكن الأكيد إن لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة إن تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية دولة المواطن والمواطنة يعني خلاصه من موروسات الطائفية البغيضة وارتجاداتها وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحصصات التي تكبل أي إرادة بناء وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح لبنان لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار يكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف هذه الدولة هي مطلب شعبي الصوات الشباب في الساحات تطالب بها فهل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول إليها أيها اللبنانيون حتى يكون الأول من أيلول من العام 2020 تكملة للأول من أيلول من العام 1920 ولأنني مؤمن أن وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وسونها وجعلها وحدة حقيقية أدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية وأتعهد بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة أهلي هي أرضنا هو وطننا ومهبى اشتدت الصعوبات سنبقى هنا وسنبقى معاً وسيبقى لبنان من مئوية إلى مئوية وطن كل اللبنانيين وطن الأرض الخالد أشتم وعاش اللبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر